في الجزائر رهلا بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج برلمان التغيير ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الثاني عشر من شهر جوان انتخابات تشريعية تأتي في ظروف مغايرة وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات والذي شجع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة والذي يعتبر مكسبا حقيقيا للمرأة من التمكين السياسي إلى التمكين الاقتصادي الاجتماعي وفي كافة المجالات المرأة كيف يمكن أن تحقق ما تبقى في ظل مسيرة التغيير وبناء الجزائر الجديدة نقاط وأخرى مشاهدين نناقشها خلال عدد اليوم من برنامج برلمان التغيير بعد الفوصل تشريعية الثاني عشر من شهر جوان المرأة الجزائرية عنصر فعال في إحداث التغيير ما هي آلياته ترقية المرأة وتمكينها في كل المجالات هذه استراتيجية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نقاط وأخرى مشاهدين نناقشها بحضور كل من السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نسعد باستضافتك مساء الخير سيدة الوزيرة مساء الخير وشكرا على الاستضافة شكرا لك كذلك على تلبية الدعوة للحديث كذلك عن هذه النقاط وأخرى تحضر معنا السيدة هندا لازوك المستفيدة من القرض المصغر في مجال صناعة الألبسة الوقائية والكمامات مساء الخير سيدة هندا شكرا على الاستضافة وشكرا لك كذلك كما تحضر معنا سيدة ناسيمة بن حموش المستفيدة من القرض المصغر في مجال الخياطة التقليدية مساء الخير مساء النور ومشكورين عن الدعوة شكرا لكم أستهل حديث معك سيدة كوثر كريكو وزيرة تضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نقدر نقول ساعات تفصلنا عن موعد الثاني عشر من شهر جوان موعد لابد أن تتواجد فيه المرأة الجزائرية بقوة حتى تتمكن من استكمال مشوار الإصلاحات نقول من تمكين سياسي إلى أمور أخرى تصبوا لتحقيقها بداية سيدة الوزيرة تشريعية الثاني عشر من شهر جوان إلى أي مدى يمكن اعتبارها محطة مهمة في مصار التغيير خاصة نحن نتحدث عن عنصر المرأة الجزائرية بالتحديد شكرا لكي الأخت وسعيدة جدا بتواجدي اليوم معكم في صرح طبعا يجمعني بنسوة مستفيدات من وكالة وطنية لتسير القرض المصغر كعينات من النسوة لنحن في قطاع تضامن الوطني بقناعة راسخة أخذنا على عاتقنا طبعا واجب دعمهن وكانوا في الميدان وكانوا سباقين لإثبات تواجدهم فتحية خاصة لكل النسوة عبر التراب الوطني وتحية خاصة أيضا للمرأة الجزائرية التي أثبتت جدارتها في مجابهة الأزمة الصحية سواء في الجيش الأبيض أو الجيش التضامني ليضم الفعالية المجتمع المدني ويضم طبعا كل القطاعات المعنية إلى جانب قطاع الصحة الحقيقة اليوم طبعا إحنا مقبلين على موعد وطني أهم هو طبعا صرح من أجل التغيير ستكون طبعا المرأة حاضرة فيه بقوة لأن المرأة طبعا بقناعة راسخة بأنها عامل من عوامل التغيير إلى جانب الرجل واليوم طبعا المكانة التي أصبحت تتبوأها المرأة الجزائرية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي يجعلها جديرة بأن تكون لها طبعا المكانة المرموقة في التمثيل النيابي حتى توصل بكل أمانة انشغالات المرأة عبر التراب الوطني وفي الحقيقة هذه ليست طبعا بالحاجة الجديدة على المرأة الجزائرية لأنها متعودة على صنع التغيير ومتعودة على التواجد في كل المواعيد الوطنية يعني من أول نوفمبر إلى غاية اليوم أثبتت وجودها على مدار التاريخ وعلى مدار سنوات الماضية على مدار التاريخ ونحن طبعا حفيدات شهيدات وكذلك مجاهدات نحييهم فنقول أنه نحن على العهد باقيات وللأمانة حافظات وسنكون حاضرات بقوة في الموعد الانتخابي 12 جول إن شاء الله طيب سيدة الوزيرة بالحديث عن كل هذه المعطيات التي مكنت اليوم المرأة سياسيا وحتى تستكمل هذا المشوار ويتم إطلاق العديد أو حزمة من القوانين التي ستستفيد منها المرأة مستقبلا من خلال التمثيل النيابي في اعتقادك سيدة الوزيرة إلى أي مدى يمكن القول بأنه اليوم الإرادة السياسية ساهمت في تمكين المرأة في كل المجالات التي كانت في وقتين سابق حكرا على الرجل لكن اليوم نجد بأن المرأة أصبحت متواجدة في عديد المجالات وهذا الأمر الذي كسبتها عن دادارة وعن كفاءة كذلك الحقيقة اليوم نعتز بمكانة المرأة في الشريعات الوطنية وتجسيل مكانتها طبعا في القانون الأسمنين بلاد تعرفوا أن هذا المكسب لم يأتي من عدم ولكن بنضالات كثيرة على مدار الأزمان والدرجة المكانة التي كانت تتبوئها المرأة عبر العصور وعبر المراحل إلى غاية أننا وصلنا اليوم إلى مبدأ المناصفة ما بين الرجال والنساء في سوق تشغيل وكذلك تقلض الوظائف العامة وكذلك مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية وهذا يعتبر مكسب ليس وطني فقط ولكن دولي لأنه من بين أهداف التنمية المستدامة 2030 هو بلوغ المناصفة والمساواة بين الجنسين واليوم نحن في الجزائر بلغناها فهذا سيكون تمثيل وطني سيعكس مدى وعي الإرادة السياسية بمكانة المرأة وبقدرة المرأة على التمثيل الحق وليس فقط في المجال السياسي بالنسبة للتمثيل النيابي ولكن في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نشوف أن المرأة حاضرة ولها حقوق ولها مكانتها كما كنت نقول أن لها مبدأ تناصف في القانون الأسمى البلاد في سوق الشغل وتولي المناصب اليوم عندنا أيضا نوع آخر من الإدماج الاجتماعي وهو الإدماج الاقتصادي في إطار طبعا المقاولتية النسوية التي أثبتت وجودها عبر آليات دعم الدولة المختلفة وأصبحت للمرأة أنها لها صلاحية أنها تقوم بالاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الوطنية باختلاف الأنواع حتى نشوف أنه يعني فيه نسوى دخلوا مجالات كانت حكر على الرجل في المجالات الفلاحية الصعبة كذلك في بعض المجالات الخدمات إذن نشوف أنه اليوم المرأة انخرطت بصفة فطرية وبصفة آلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الرجل وعيا منها من أن بناء الصرح المؤسساتي للدولة لن يكون إلا بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وأيضا بالتكافل ما بينها وما بين أخيها الرجل من أجل دفع عجلة تقدم الصرح المؤسساتي للدولة نستفيد الوزيرة من التمكين السياسي نقدر نقول إلى التمكين الاقتصادي والنماذج موجودة معنا كل من هند لازوك اللي هي مستفيدة من القرض المصغر في مجال صناعة الألبسة الوقائية وكذلك ناسيمة بن حموش المستفيدة من القرض المصغر في مجال الخياطة التقليدية خلينا نستهل معك الحديث ناسيمة بالحديث عن موعد انتخابي نتحدث عن تشريعية الثاني عشر من شهر جوان أكيد لدى المرأة نقدر نقول العديد من الأمور التي تسعى للوصول إليها ولعل اليوم صوت المرأة اللي سوف تتجري صناديق الاقتراع ورح تنتخب وتدلي بصوتها أكيد رح يكون عنصر فعال في معادلة التغيير وانتراكي شابة استفدت من القرض المصغر في مجال الخياطة التقليدية مشاريع نسوية بامتياز اليوم التشريعيات كيف ستقسب المرأة مثل هذه الحقوق مستقبلا حتى تكون مستقلة بذاتها أولا مساء الخير أنا جيد سعيدة بحضوري معكم الانتخابات التشريعية 12 جوان 2021 هي حقا الشيء الملاحظ أن الحضور النسويس صحره بقوة وهذا صحره يدعمنا ويعاوننا ويساعدنا أنا بصفتي كمستفيدة من القرض المصغر تابع لوزارة تضامن الأسرة وقضايا المرأة رح نكون أكيد رح نكون من الأوائل في الانتخابات وحبيت نزيد نأكد أنه هذا المجال اللي رعنا فيه رعنا ننسيه بقدر المستطاع أن نفرض وجودنا وحقيقة يعني كي نتقدم وتطور ملحوظ رعنا نشاركه بكي ما يقولوا في اقتصاد الوطني بتاعنا في النمو في بزاف العديد من الأمور في كل المجالات طيب هيندا لازوك نفس الشيء الموعد الانتخابي إلى أي مدى رح يعزز تواجد المرأة أكتر فأكتر في عديد من المجالات والعديد من الاقتصاد العينة اليوم اقتصادية لكن في مجالات أخرى اليوم أصبحت تتواجد فيها المرأة حنا نتمنى ويكون دعم في المشاريعات دعنا حتى ندعم تاني المرأة المكثة في البيت حتى تكون معنا وتتعاملوا معنا ويخدموا معنا ويكونوا متواجدات في الورشات تعنا في المصانع تعنا في كل هذه المجالات إن شاء الله وإن شاء الله نكونوا بقوة في الانتخابات التشريعية إن شاء الله موعد انتخابي مثل التشريعية الثاني عشر من شهر الجوان ليجا في ظروف خينا نقول ملائمة أعطت للمرأة وشجعت التمثيل النسوي في الانتخابات التشريعية كيف يمكن تستثمر المرأة في كل هذه المعطيات التي استفدت منها في ظل القوانين الجديدة نحن نرى المرأة بقوة في الانتخابات الصحة وإن شاء الله هذه الفئة النسوية إن شاء الله تكون معنا وتتواصل معنا في المستقبل إن شاء الله فئة لتغير المجتمع تعنا تغير المسار تعنا لأسلوه العلاقين ديالنا لكل هذه الأمور التي تسعى للمرأة لأن تحققها سيدة الوزيرة سيدة كوثا راكريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة والقضايا المرأة لما نتحدث عن جزئية القوانين والتواجد النسوي اليوم خلينا نقول في القوائم الانتخابية التي شجع توجدها أكثر في أكثر سيدة الوزيرة في اعتقادك اليوم مشاركة المرأة في معادلة التغيير التي تعتبر اليوم عنصر جد فعال من أجل العمل على تمكينها سياسيا كيف يمكن أن نستثمر في هذه الجزئية التي تلجعل من ترقية المرأة وترقية حقوقها وكي تبلغها أكثر فأكثر فذل خلينا نقول القوانين التي ساعدت على ذلك والله حسب ما شفت من خلال الترشحات أنه فيه تنوع للاختصاصات منتع النساء المترشحات وهذا سيساعد أكثر لنقل انشغالات كل النسوة في كل المجالات يعني لما نشوف الاقتصاد والاجتماع وأيضا لما نشوف الطب ونشوف اختصاصات أخرى والتجارة وكذا هنا المرأة متوجدة في كل هذه الميادين فلما تكون نسوة من هذه الاختصاصات رح تنقل انشغالات عن نسوة ورح يكون فيه تكامل من أجل رفع الانشغالات والاستجابة لها إلى جانب أخيها الرجل وعلى هذا الأساس يعني احنا متفائلين بأنه كان يعني إرادة قوية من قبل نسوة المترشحات باش تكون فيه يعني نقل للانشغال والاطلاع على أكثر على هذا العراقي الممكن التي تكون في بعض الأحيان طبعا أنه عدم الإعلام أو عدم العلم ببعض الآليات وهذا طبعا ما خدته على عاتقها الوزارة وما رصدته من خلال يعني التنقل للكثير من الولايات أنه فيه نقص للإعلام فيما يخص آليات دعم الدولة كذلك إذن البرلمان سيعمل في هذا الإطار من أجل التحسيس أيضا من أجل نقل الانشغالات الحقيقية في الحقيقة كما قلت أنه كان فيه تدرج للنصوص الشريعية من أجل التمثيل النيابي يعني من نظام الحصاص اليوم إلى نظام المناصفة هذا رأي قفزة نوعية للمرأة الجزائرية وهذا ما يعكس يعني الإرادة السياسية فيما يخص عكس ذلك في طيات قانون الأسمى البلاد أنه يعني هذا المكان تعزز في القانون الأسمى البلاد معناها أنه فيها إرادة حقيقية بدعم إنخراط المرأة في بناء الصرح المؤسساتي للدولة وطبعا نحن نقول أنه لما يكون فيها اختلاف وتنوع رح يكون فيه تكافل من أجل نجاعة التكافل من شغالات المرأة الجزائرية طيب سيدة الوزيرة بالحديث عن معادلة التغيير التي رح اليوم تبصم فيها يعني وعن جدارة المرأة الجزائرية في اعتقادك سيدة الوزيرة بأن فرصة معادلة التغيير ضمن مشروع بناء الجزائر الجديدة لابد أن تكون انطلاقته من خلال المرأة المنتخبة والمرأة المنتخبة لأن هذا هو الأساس حتى نبلغ كافة الأهداف لليوم المرأة الجزائرية عن طريق التمثيل النسوي وليشهدناه عن طريق الترشيحات كذلك العديد من الكفاءات الجزائرية في عديد التخصصات كما ذكرتم سابقا سيدة الوزيرة هو اللي بإمكانه أن يعطي حقيقة التمثيل النسوي في البرلمان القادم من أجل أن يكون هناك قوة اقتراح مشاريع قوانين تصب مباشرة في صالح المرأة الحقيقة هو كما قلت فيه المنتخبة والمنتخبة نحن نعلم أن المرأة الجزائرية كانت ديمة سباقة في المواعيد وفي الحقيقة كما شفتها في الأزمة الصحية لما المرأة العاملة أو أربة البيت خاصة النساء العاملات بعد استفادتهم من المرسوم اللي يعطيهم العطل المدفوعة الأجر كانت فيه استجابة للمحافظة على سلامة الأسرة هي كانت السباقة من أجل أنها تطبق تدابير الوقائية وتحافظ على الأسرة انتحها وهذه مسؤولية هذا ما يعكس المسؤولية تحافل الأسرة ويعكس المسؤولية تحافل أيضا الوطنية في أنها تكون في الموعد الانتخابي وأنا على يقين أن المرأة ستكون في الموعد الانتخابي من أجل اختيار المنتخبات أو المترشحات اللي راحين يمثلوها ويرفعوا الانشغال الانتحال لأنه تعرفي الآن أنه حتى الانتخاب بالقائمة المفتوحة وبالتالي المرأة عليها اختيار من الكفاءات من يمثلها وينقل انشغالها صفة موضوعية لقبة البرلمان نمر الآن ناسيمة بن حموش المستفيدة من قرض مصغر في مجال الخياطة التقليدية اليوم يمكن القول ناسيمة بأن النساء اللي استفادوا من قرض مصغر في مجال الخياطة التقليدية ممكن أن نقدر نقوله أنه أعطاهم حافظ أن المرأة تندمج في كل القطاعات أكيد هي نقدر نقوله هذا الجهاز الانجام وهذه الجميع المبادرات التي تقوم بها وزاعة التضامن وقضايا المرأة والأسرة نظري شغل أن نقدر تكون مم يكونوا بزاف بمعالة التي تكون حياتها كاملة وهي في الخياطة أو في مجال الحلويات كي ولينا مع النجام درتنا عدة تكوينات اللي ما كناش كامل نخمو فيهم مثلا في كيفية تسيير مشروع المالية بزاف تكوينات أيضا صالونات اللي استفدنا منهم وكان كي مردود شاركتوا في صالونات شاركنا في عدة صالونات ومم تكوينات اللي درناهم كي سواء أنا وحتى نجدون دي فورماشون مم ليراني فورميهم شو نوريونتهم وكي نتيجة ستقيني ركي نتيجة كي تكون تمشي وكي للمرافقة المرافقة رح يكون نجاح رح يكون أصنب وصنب الهندة نفس الشي المرافقة اليوم لما وزارة التضامن الوطني يتم أخينا نقول ترافق للنساء أو للمرأة اللي ترغب في مشروع أنت ركي مستفيدة من قرد مصغر في مجال صناعة الألبسة الويقائية والكمامات وجائحة كوفيد تسعطا شفنا بالليل المرأة كانت متواجدة بقوة أخينا نستفيد من قرد مصغر من الوكالة الوطنية للقرد المصغر تابعة لوزارة التضامن ويعني من اللي بديت كانوا كير حتى الوكالة هذه كانوا عندنا مرافقين هذوك المرافقين تبعونا منها رحطينا الملف حتى آخر حتى دينا دينا كملنا البروجي دينا دونك ومبعد خدمنا ونا ومبوشي خدمنا نسا معانا خدمنا بدينا بزوج أربعة ولينا عشرة وخدمت حتى عندي نساء يخدموا في البيت للأزواج شتاحهم يخلوهم ومشي خرجو أنا ندي لهم الخدمة للبيت يعني حاجة اللي نديرها هكذا يعني زيادة مشي يعني جوز بوكالتخافي بوكالسوا بخيزان بوكالتكون يعني متواجدة في المجتمع وكيما قلت كيما قلت الأخت شاركنا في الصالونات شاركنا في وكانوا ناس جوا عندنا وداروا يعني شروا علينا وحوسوا علينا من بعد جوا عندنا الورشات تتاعنا أنا يتسوي في يعني حمدو الله تخيط خيبيا ونتمنى وأنا جو بخيز يعني نساء هدو المكيثات في البيت اللي وصع لهم رئيس الجمهورية يعني بش يخدموا يعني واحد كيكون عندو واني سباس يعني حاجة كبيرة ولي يخدم قاعد النساء أنا ستنسوي لين نتمنى يقالو لنا ينوزن س两 سيتي باش نخدموا اللي باء كي كان يعني كونفينه معادك جينيرال وكانت يعني حناونا با إزيتي ما حبسناش با إزيتي يعني البيف طالبات دي وليهم يعني وش قالو لنا يعني خدمنا اللي باؤت وخدمنا اللي بس الوقائي وخدمنا ووزمو وخدمت اوله هدو لو che كانوا في البيت يعني يقدمو و PMU يقدمو بسبعين ألف كمامة في القطاعات في الحماية المدنية الدرك الوطني في الشرطة في كل المجالات يعني في غير موانا يجب يعني جو غير مهد نساعد وقاعدتك يعني يكون عندهم يعني يكونوا يندمجوا معنا ويجوا ويدخلوا طيب سيدة الوزيرة بالحديث عن استراتيجية وزارة تضام الوطني لتسعى لإدماج المرأة في كافة المجالات وخلينا نقدر نقوله بأنها تسهل لها كل الظروف والآليات حتى تكون متواجدة في اعتقدك سيدة الوزيرة كيف ستسهم مستقبلا كذلك في تعزيز دور المرأة أو تواجدها في عديدنا القطاعات الحقيقة ما لن أكون إلا فخورة بهذه العينات من النسوة وهذا فقط عينات لأنه كين حوالي 64% من النساء المستفيدات من الوكالة الوطنية لتسير القرن المصغر فاستراتيجية القطاع اللي إن شاء الله يعني يوم الطناشجوان راح تتأكد باختيار من سيعزز هذا الاستراتيجية ومن سيكمل المشوار في رفع هذا الانشغال والتأكيد على نجاعة هذه الاستراتيجية بتمثيل نيابي ناجع نقول أنه طبعا مشينا في إطار دعم انخراط المرأة في المناطق النائية من خلال برنامج وطني قطاعي مشترك بعد تعليمات السيد الرأي رئيس الجمهورية فيما يخص دعم انخراط المرأة المكثة في البيت والمرأة الرفية في الانتاج الوطني كانت فيه تحت يشرف قطاع تضامن الوطني بمعية كل من قطاعات الفلاحة التجارة المؤسسة الصغيرة التكوين المهني بعد زيارات الميدانية اللي قمنا بها على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي وشفت يعني طلعت على الكثير من المشاريع المصغرة انتعى هذا النسوة ورصدت أهم الانشغالات انتحهم فيما يخص خاصة التسويق وخاصة بعد هو خاصة تسويق بعد الأزمة الصحية يعني كي ينقص في تسويق أيضا النقص في الاطلاع على آليات دعم الدولة لأنه في بعض الأحيان فيه مشاريع مصغرة على مستوى وكالة القرض المصغر المرأة تقول لك نحب نوسحها فكيفاش نقدر نوسح احنا نوجهها عن طريق الخلايا الجوارية عن طريق أيضا الوكالة إلى لاناد اللي هي الوكالة تعدعم تشغيل الشباب اليوم وكذلك الدعم المقاولاتية كذلك فيه الأكناك إذن هذه الأليات فيه نقص إعلام بالنسبة للمرأة خاصة في المناطق النائية إذن كانت فيه توية كانت فيه حملة تحسيسية وأيضا في شهر رمضان كنا قمنا ب يعني مبادرة الأسواق التضامنية على المستوى الوطني أن تعنسوا باشتعرض المنتوجات انتحها في شهر رمضان للتسويق يعني طيلة شهر رمضان وكانت مبادرة ناجحة إضافة إلى المعارض وصالونات اللي كانت يعني شاركوا فيها الكثيرات من المستفيدات سواء على مستوى مقر وزارك خارجية طيلة شهر رمضان هذا من أجل عرض المنتوجات للسلك الدبلوماسي لأنني أنا أؤمن شخصيا بأن المنتوج المرأة ليس فقط بمعايير وطنية ولكن له من المعايير الدولية اللي يقدر أنه يسوق بالخارج وكانت في الحقيقة يعني مبادرة حسنة استحسنتها السلك الدبلوماسي أيضا كانت فيه معارض وطنية أيضا وكذلك كانت فيه اتفاقيات خاصة مع قطاع السياحة وصناعة التقليدية لكي يعرضوا المنتوجات المتحن في المؤسسات الفندقية وغرف الصناعة التقليدية ما بين قطاع التضامن وما بين قطاع السياحة إلى جانب العديد من الاتفاقيات في إطار البرنامج القطاعي المشترك وشفت أنه بالمقارنة مع يعني 2019 2020 كان فيه إقبال للنسوة من أجل استفادة من مشاريع المصغرة رغم الأزمة الصحية بالإضافة إلى تحية خاصة لهذه النسوة لانخراطهم في مجال الخياطة والكمامات وهذه المرأة اللي بعانا المستفيدة ريعين كورونا صحيح يعني نوزعوا الكثير من الكمامات حتى اللي ما كانش يعني النشاط انتحهم موجه للخياطة وجهوه للخياطة باش داروا كمامات ووزعوها على المستوى الوطني ونفتح قوس انه حتى يعني النساء المسينات عندنا في المراكز التابعة للقطاع داروا كمامات وخيطوا كمامات ووزعوها هذا باش تعرفي انه المرأة الجزائرية منخارطة بصفة فطرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وهذا هو اللي ان شاء الله سيدعم يوم 12 جوان يوم يعني اختيار من سيمثلهم ومن سيحافظ على هذه المكتسبات وسيرقيها أكثر فأكثر أنا نظن أنه وصولنا إلى مبدأ المناصفة اليوم هو استحقاق ممتاز لا بد من المحافظة عليه ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي وكنا يعني شاركنا في ابتداء من 8 مارس إلى غاية نهاية مارس في لا سيس دوبل في انتع منظمة الأمم المتحدة بالنسبة لجنة المرأة وكانت التجربة الجزائرية رائدة في طرح مدى تقدم المرأة الجزائرية في كل الميادين وكل المجالات وكانت أيضا عرض للتجربة الجزائرية لكيفية مجابهة الأزمة الصحية في المحافر الدولية إذن نظن أنه هذه مكاسب لابد من المحافظة عليها وترقيتها أكثر وأكثر من خلال اختيار التمثيل الناجئ للمحافظة على هذا الأخير على كل هذه المكتسبة طيب سيد الوزير بما أنك تحدثت عن المرأة في مجمل القطاعات نتحدث الآن عن المرأة الرفية والماكثة في البيت اللي من خلال خلينا نقول تغطيتنا ومن خلال عديدنا التقارير كنا رصدنا لدى هذه الفئة بالتحديد إرادة خلينا نقول وطني للإنخراط في نهج البناء المؤسساتي خلينا نقول بكل أبعاده سيدة الوزيرة كيف يمكن ترجمة ذلك عن طريق تشريعية الثاني عشر من شهر جوان وعن طريق تعزيز تواجد المرأة أكثر فأكثر في كل الميادين والقطاعات هو كما قلت هذا الموعد هو استكمال لمصار البناء واستكمال للإصلاحات اللي تمت واستكمال أيضا الاستراتيجية اللي انتهجت من أجل الوصول إلى المكسب المناصفة وعلى هذا الأساس أظن أنه رصد لانشغالات المرأة الريفية هذه والمرأة الماكثة في البيت والاستجابة لانشغالاتها كل في قطاعه تعرفي أنه الاستراتيجية الجديدة لقطاع تضام وطني هو العمل في إطار تضامن الحكومي لم يعد قطاع تضامن يعمل وحده من أجل الاكتفاء بالنسبة للحاجات تعفية الحكومة بحماية المرأة وترقيتها خاصة في المجال الاقتصادي بالتحديد نعم هو كما قلت أن الجانب الاقتصادي المرأة يوليه سيد الرئيس الجمهورية يعني عناية خاصة في كل القطاعات يعني في كل القطاعات وهذا ما خلنا أنه يكون هناك سهولة لضبط برنامج وطني قطاعي مشترك مع كل القطاعات وكل الفاعلين من أجل رصد انشغالات المرأة والاستجابة لمتطلباتها كل في قطاعه في بعض الأحيان لما كنا نقوم بزيارة الميدانية في انشغالات تخرج عن اختصاص قطاع التضامن فيلبيها قطاع الفلاحة يلبيها قطاع التجارة وعلى هذا الأساس في كل خرجات الميدانية كنا نمشي مع قطاع التجارة مع قطاع الفلاحة التكوين المهني وتعرفي أنه التضامن الحكومي يؤدي إلى نجاعة التكفل بالحاجيات والاحتياجات انتع هذا المرأة وأيضا الفئة الهشة بصفة عامة ونفتح قوس أيضا بالنسبة للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة ليوليها القطاع أهمية خاصة وكنا خصصنا في طار الوكالة الوطنية تسير القرض المصغر حوالي 1500 مشروع من الوكالة في 2020 لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة ومن بين أنا شفت من بين النسوة اللي انخارطوا في هذا المشاريع المصغرة وكانت مطلب لهم أنهم نخصوا لهم يعني مشاريع مصغرة المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة لأثبتت وجودها وأنا عندي ثقة كبيرة في هذه الفئة أنها تصنع التغيير وكانت فيه أيضا بعض من عضوات البرلمان العربي للطفل من نسوة من ذوي الاحتياجات الخاصة إذن أظن أن المرأة ستثبت عن جدارة قوتها وتميزها يوم التناجع سيدة الوزيرة نتوقف عند هذه الجزئية وكذلك نسيمة وهندة مشاهدين فاصلوا من ثمنا نعود ابقوا معنا تحية متجددة لكل متابعي قناة النهر الإخبارية الأولى في الجزائر نعود مرة تانية نرحب ب السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نساء الخير مرة تانية ونرحب كذلك بهندة لازوك المستفيدة من قرض مصغر في مجال صناعة الألبسة الوقائية والكمامات وناسيمة بن حموش المستفيدة من قرض مصغر في مجال خياطة التقليدية نمر الآن الهندة قبل الفاصل نتحدث مع السيدة الوزيرة عن المشاريع التي اليوم أصبحت تستفيد منها المرأة نتحدث عن المشروع الخاص بك نقدر نقول ما هي الاستراتيجية ولا ما هي الأهداف التي اليوم هندة لازوك تسعى لتحقيقها مستقبلا الأهداف التي نسعى لتحقيقها هو توسيع الورشة التاعية توسيع الورشة توسيع الورشة ونخدم أكثر أكثر يد العاملة أكثر ومنها النساء خاصة ويكون عندنا ندعمه بالمشروعات يكون عندنا تدعم بالمشروعات باش نخدمه ما نحبسوش باش نحب يبقى هو الأساسي لأنه الدعم الدعم نقطة أساسية الدعم هو نقطة أساسية باش نخدمه ومنها قدما نخدمه قدما نتعامله معايا دعاملة أكثر وتكون فيه توسيع لمجملة المجالات نسيما نفس الشي نقدر نقول أهدافك اللي رسمتها مستقبلا حتى توسع أكثر فأكثر هذا المشروع أكيد المشروع أنا الحمد لله الحمد لله راني ناجحة وراني كما يقول بديت المشروع كان صغير كانوا معي غير كنت موطفة غير اثنين دو كان موطفة الله يبارك حتى كينوين حتى اللي يخدموا معي في بيوتهم والهدف هو أصلا هو ترقية المرأة المرأة وترقية المرأة يجي بالدعم وهذا الدعم اللي رأي مفرطونا الدولة والمشكورة وزارة التضامن عليها يعاوننا ويساهم في تمكين المرأة من تكون في كامل مجالات وتنجح إن شاء الله بإذن الله طيب سيدة الوزيرة لما تحدث عن الدعم تحدث كذلك في هذه الجزئية عن المرأة اللي راح تمثل كذلك نظرتها المرأة في البرلمان القادم إلى أي مدى راح يسهم مثل هذا وخلينا نقول هذا الدعم في إشراك المرأة في كل المجالات من جهة كذلك وتكون قوة فاعلة لأنه لما يكون فيه دعم النسوي أكيد المرأة الجزائرية راح تتمكن من تحقيق كل مشاريعها وكل طموحاتها مستقبلا والعينتان رغم متواجدين معنا ولعل العينات كثيرة وكنت شاركتيهم كذلك في عديد من المعارض والصالونات في الحقيقة يعني الإرادة السياسية تدعم المرأة يعني كما قلت أنه في قانون الأسمى للبلاد تم تقنين ذلك فيما يخص دعم المرأة في شتى الميادين وترقية مكانتها وكما كنت نقول أنه اختلاف الاختصاصات راح يدعم أكثر فأكثر المرأة وإرادة ويخليني أسعد أكثر فأكثر في أن الاستراتيجية لإنتاجها قطاع التضامن الوطني في دعم انخراطها في الحياة الاقتصادية رأي استراتيجية ناجعة إلى جانب السياسة التدعمية للدولة وعلى هذا الأساس هدفنا أن هذه الاستراتيجية تثر وتثر أكثر فأكثر بتمثيل نيابي ناجع لأنه إذا كان فيه تكامل ما بين السلطة الشريعية والسلطة التنفيذية في نقل الانشغال الحقيقي وأيضا بلورة القوانين حتى تتوافق مع الواقع المعاش هذا هو التمثيل الحقيقي وهذا هو التلبية المطالب الحقيقية للفئات أنا نقول أنه إذا كانت في المجلس النيابي فيه نسوة في ميدان المقاولات وكذلك في الميدان الاقتصادي وكذلك في الميدان الاجتماعي هنا رح يدعم أكثر فأكثر هذا الفئة ورح يكون تفهم لانشغالاتهم الحقيقية فيما يخص البعد الهدف التجاري أو الهدف الحرفي لأنه تعرف مثلا نحن على مستوى قطاع التضامن الوطني يعني نهتم بالفئات الهشة والمرأة لما تبدأ المشروع انتحها يعني لما تكون المرأة ما عندهاش مؤهلات أو المؤهلات انتحها يعني ما بدأتش تخدم فاحنا كوكالة تسير القرد المصغر تعطيها الصراح باش تدخل في المجال العمل وتعطيها التقنيات يعني التقنيات وكيفاش تسير وكيفاش تدير المشروع انتحها والشعب اللي تقبل عليها وترافقها يعني فيها المرافقة فيها التكوين وفيها الدعم بعد المشروع ما ينجح وتكون المشروع عنده ماش فقط هدف الاستقلالية المالية للمرأة وانه يصبح لها مصدر رزق مدير للدخل فقط ولكن يصبح لها البعد التجاري وهنا كما كنت نسمع في الأخت انها تحب توسع المشروع هذا شيء جميل يعني انا نفرح لانه معناها انه قطاع التضامن الوطني نجح في المهم منتاعه انه ادفع في المرأة الى العالم المقاولتية اصبح لها البعد التجاري وهنا لما يصبح البعد التجاري يدخل فيه قطاعات اخرى يعني يقول لي قطاع المؤسسات الصغيرة يقول لي القطاع انتع العمل في اطار لاكناك لا ناد تقول لي قطاع الصناعة تقول لي قطاع التجارة اذا القطاع التضامن اعطى المؤهلات اعطى التأهيل وبلورت ذلك بداية بداية الاعلاقة حتى يتم ترسيد نعم وهنا التكامل ما بين القطاعات والعمل في اطار التضامن الحكومي من اجل نجاعة التكفل بهذا الفئات لانه لما يعني المرأة تنخرط في المجال الاقتصادي يعني تعود عندها استقلالية مالية واكتفاء اذا رح تخرج الى العالم الشغل وبالتالي يولي قطاع التضامن يهتم بالفئات الاخرى يعني بشي اهلها مرة اخرى والعجلة يعني تمشي في اطار انه نخرج الفئة الهشة من حالة الاعوزاز الى حالة الاستقلالية المالية وانه يصبح لها مصدر رزق ويصبح لها مصدر مدير للدخل ولكن اليوم نشوف انه المرأة المقاولتية او المرأة الماكتة في البيت او المرأة الريفية والمرأة المستفيدة من المشروع المصغر اصبح لها الهدف او البعد التجاري يعني البعد المقاولاتي وهذا شيء يعني نصبوا اليه من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مجالات طبعا ممكن انها كانت المرأة تتخوف منها يعني مجالة المقاولاتية المجالة بالدعم والمرافقة بالدعم والمرافقة لانه كنت ديما يعني في الزيارات الميدانية وفي المعارض اللي عملناهم انه نركز مع القطاع متاعنا مع وكالة القرض المصغر مع الخلايا الجوالية اللي تروح للنسوة نركز على ضرورة التكوين وكنا يعني برمنا اتفاقيات مع التكوين المهني وكذلك في طال البرنامج القطاعي لانه يعني شفت انه لابد من تكوين اولي واولا قبل الانخراط في المشروع بالتالي الوكالة القرض المصغر توفر التكوين ثم المرافقة ثم التدعيم وبعد التدعيم ايضا راح ترافق يعني المستفيدين حتى يعني النسوة يعني المستفيدات اليوم حاضرين معنا كانوا استفادوا من القرض ورم في استقلالية لكن ديما على اتصال مع القطاع ومع الوكالة في اطار المعارض يعني شاركوا في المعارض وشفت انه يعني حتى المنتوجتهم اصبح ما عندوش فقط البعد الوطني لكن اؤمن بانه عنده بعد دولي وهذا يعني شرفون بحضورهم وبحضور هذه المنتوجات في المعارض اللي درناهم في المقر وزارة الخارجية للسلك الدبلوماسي وكذلك في الندوة الدولية اللي كانت بمناسبة اليوم العالمي المرأة الريفية في 15 أكتوبر 2020 وكانت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي وفي الحقيقة أنا شخصيا يعني انبهرت لبعض المنتوجات يعني للمرأة إن كانت هذا الاتقان لممكن أنه يبلور ويدخل في إطار عجلة التصدير بالنسبة للمنتوجات وهذا دليل أن المرأة الجزائرية اليوم على مرار السنوات الماضية كذلك أثبتت جدارتها خلنا نقول لما يتوفر عنصر الدعم والمرافقة والإرادة كذلك يعني ثلاثية مطلوبة حتى تجعل من المرأة أنها تتمكن سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وفي كافة المجالات سيدة الوزيرة قبل أن نمر لكل من هندة وكذلك نسي من الحديث عن المشروع نتحهم بالتحديد سيدة الوزيرة كنت تتحدثت عن خلنا نقول همزة الوصل اللي لابد أنها تكون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتي لابد أنها تتكامل في البرلمان القادم من خلال نائب برلمان خلنا نقول بين قوسين المرأة الجزائرية بإمكانها أن ترافع من أجل الانشغالات المرأة الجزائرية من أجل حقوقها من أجل واجباتها يعني معايير لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ولن يأتي هذا الأمر إلا عن طريق صوت المرأة الجزائرية في هذه التشريعية القادمة لابد لابد أن يكون فيه صوت المرأة لنقل انشغالات المرأة بصفة خاصة في الحقيقة يعني أنا شفت يعني في الكثير من الأحيان أنه فيه يعني انشغالات يعني للمرأة تعطيها للمرأة لأنها تحس بأنها تحس أكثر لأنه المرأة تحس أكثر بإمكان أن تنصفها كذلك تبدأ بعض النقائص سواء في مشاريع قوانين مهنية عملية وحتى مرأة ما كفى بالبيت إلى غير ذلك هذه نفسية المرأة وأنا أؤمن فعلا بأنه في الحقيقة مدى اختصاص التمثيل النيابي يلعب دور كبير في تلبية المطالب المرأة بصفة عامة ولكن أنا نقول أنه المرأة النائب رح تنقل إنشغال المواطن والمواطنة على حد سواه نشوف أنه المرأة النائب لها مسؤولية في نقل للإنشغالات وتنقلها بكل موضوعية يعني ما فيش فرق أنا نظن أنه إقرار المناصفة كانت مكسب ممتاز في إطار يعني الترشح للقوائب الانتخابية وشفت أنه فيه يعني إرادة كبيرة للمترشحات في الإقناع في طبعا في السباق ومن خلال البرامج ونتمنى التوفيق لأكبر عدد ممكن من النساء في البرلم وهذا ما استمناه جميعا نمر الآن الهند سيدة الوزيرة في مجال المشاريع التي استفدتوا منها في إطار القرض المصغر سيدة الوزيرة كانت ذكرت أهمية جد مهمة اليوم تسعى وزارة التضامن الوطني من خلال الدعم المرافقة التكوين خاصة في مجال الفرماسون هند اليوم تشوفي بأن هذه الأمور كيف بإمكان أن تساعد هند وغيرها من النساء في أنها تطور من مشاريعها أكثر وأكثر أكيد المرافقة كانت مهمة كانت ستت بوات خز إبورطان نحن الوكالة نحن تلقينا المرافقين اللي كانوا في الاستماع وكانوا يعاونوا فينا وكانوا يعني حتلحقنا لفنجو بروجيت ديالنا ومركب ديال البروجيت درنا لفرماسون هذيك لفرماسون كينوزائي تتخي تخي 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 باش يعني نسيرو المؤسسات تتوعنا مسكو مشي حاجة أنت تدخلي في دومان جديد تدخلي في حاجة جديدة لازم تكون يتعرف في تسير المؤسسات تتاعك والعمال يعني كل ماشي حاجة سهلة كيت بداي بزوج وبعد تكوني ثلاثة وبعد تلحقي العشرة المشروع يكبر أكثر ايد كينوزائي يكبر ندخل في دي ترك ويكون دي لسيريغرافي وكوت أنوح نديرها في دي وحدوك راحبيت نديرها في المحل دي الي تسير فورماسون لازم تدرتها ويحبيت نزيد نكمل يعني نديرها في مكاني ونزيد يعني في هذه كلاسيريغرافي وين نزيد ندخل معايا نساء يعني نساء توجو يعني توجو توجو تلافع من أجل المرأة أنا في أجل المرأة سي السور هذي بش تكون لديها العاملة ويحب أن تشتغل أن نشوف نشوف إنشاء التي تحب وحد يقول لما نحب شهد الماتير وحد يقول لما نحب شهد المنشهد وحد يقول ولي تحب يعني ندير ندخل تنوي يمكن كل واحد يقر خير تنوي دي ويعني في مجال طيب ويعني في الأجاب العامية أو الإطارة ويوجد أن يكون يجب أن يكون كل شيء يشوز النوع يمكن أن يكون يكون يخدم يكون لديه ويبدو أن أصبحتنا دعونا يكون المشاكل قد يمكن أن يكون كيف يمكن أن يكون قد أحد من ذلك تقول أنه يفيد دموت تالي تنود في الجائحة تالكورونا أنا لاتولي تاري مالغري كنت ندير لأوت كوتور خلاص سيبا في الكورونا دو ولينا نديرو لتنود بلوك تالي مدسان كي ولينا فصلهم تارف يجبوهم بدلت كامل المودال وي تنقلون ماذا سا سخا بلزالي سفي بدلت فلوكول في لتنود هدو كالي كمبنازان مخصوصين في هذا الدوم كم دورتها أقلمتوا مع الوضعية وعجبوهم الذين عاودوا جيركتي فيهم جابوا لدي مودال كنا نخدموا في هذه الجائحة وكانوا كامل نعيطوا لهم كنا نخدموا كما يقولون النداء الوطن كانوا يلبيوا وهذا اللي تعودنا عليها نقدروا نقولوا حرائر الجزائر يلبون ذا في أي وقت سوخته سوخته كي تكون في وقت ضائقة بغي مو والله الجميع اللي عيطنا لها جات وخدمت معنا في هذه الجائحة سيدة الوزيرة لما نتحدث تشوف طفوحات المرأة حدودة لها وهذا فخورة جدا فأرى نتكلموا في الحقيقة هذا المستو في الميدان في الجائحة إنخيرات كل الشرائح من النسوة يعني كنت نشوف كما كانوا عندهم لزرطوليت على الخياطة في وقت الأزمة حبسوا الخياطة ولا وللكمامات ولا وللكمبينيزون فأنا نحيي للمجهود للمرأة الجزائرية أينما كانت وأنا مؤمنة بقدرات المرأة الجزائرية منذ نعومة أظافر طيب سيدة الوزيرة نتحدث الآن عن مدى مساهمة الاستراتيجية لتخذتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بأن اليوم المرأة الجزائرية لديها العديد من المكاسب حافظت عليها لكن في الوقت نفسه لابد أن تقوم على تطويرها أكثر فأكثر تماشيا مع مشروع بناء الجزائر الجديدة كيف ساهمت هذه الاستراتيجية الحقيقة كما قلت أن المكتسبات اللي حققتهم المرأة الجزائرية في طارد شريعة الوطنية وخاصة من ناحية السياسية هي نتاج نضالات نسوية طويلة ونتاج العديد من الضباع القانونيين وكذا حتى وصلنا من نظام الحصاص إلى اليوم إلى نظام المناصفة كمكسب ممتاز نحيي الإرادة السياسية القوية لسيد رئيس الجمهورية بموجب التعديل الدستوري الأخير اللي أقر تم إقرار المناصفة في ميدان الشغل وكذلك في القوائم الانتخابية بموجب نظام قانون الانتخابات في الحقيقة هذا المكسب ليس وليد الساعة كما قلت هو نتاج نضالات كبيرة وتجارب أيضا في الميدان نحن أنثمنوا هذه المكاسب ولكن لابد من المحافظة عليها من خلال تمثيل نيابي ناجع أن تكون الشريعات الوطنية مواكبة لهذا التطور أيضا نحن أيضا عندنا الالتزامات أيضا الدولية أن تكون فيها الصورة اللي اكتسبتها المرأة الجزائرية والحقوق اللي اكتسبتها وهذه المكتسبات أيضا تنعكس على يعني مكانتها دوليا وشفت يعني أنا نحيي أيضا يعني نسوة يعني أثبتوا وجودهم في المحافظة الدولية يعني شرفتنا يعني شرفونا يعني سواء في التمريض في الطب في الطيران في الكثير من المجالات إذن أظن أنه هذا يعني قدوة يقتدى بهن أيضا انخراط المرأة في مجابهة الأزمة الصحية يعني كانت لا نظر لها في المجتمع المدني يعني في القوافل التضامنية يعني يرافقون نسوة المجتمع المدني تلك الجمعيات في الحقيقة انخارطوا معنا كقطاع تضامن وطني بصفة إيلية وفطرية نحيي المجهودات انتحهم إذن نقول أنه هذا المكاسب من ناحية السياسية أيضا من ناحية الاقتصادية الاجتماعية كذلك الاجتماعية أيضا يعني كما كنتم نقول أنه بالحفاظ على السياسة التدعمية للدولة أيضا فيه استراتيجية الدعم من انخراط الفئة الهشة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستقلالية المالية إذن نظن أنه كل هذا المكاسب سيتم تعزيزها من خلال اختيار التمثيل الناجع للمحافظة على هذه المكتسبات لأنه كما قلت هذه المكتسبات ليست وليدة الساعة ولكن وليدة نضالات انتع نسوة وكذلك نضالات انتع حقوقيات أظن أنه إن شاء الله في الموعد الانتخابي ستكون المرأة حاضرة من أجل أن تحافظ على هذه المكتسبات طيب سيدة الوزيرة لو نتحدث الآن أو نتحدث دائما عن العنصر النسوي بالتحديد وعن كفاءاتنا وكفاءات شبانية بامتياز وبلغة الأرقام خلينا نقوله يوجد حوالي أو أزيد من 65% من العنصر النسوي هنا جامعيات ونقدر نقول بأنهم يشكلنا خزان كفاءات جزائرية بامتياز في اعتقادك سيدة الوزيرة موعد الثاني عشر من شهر جوان كيف بإمكانه أن يوفر لهن كافة الإمكانيات من أجل تمكينهن أكثر في كافة المجالات خاصة في سوق العمل والتشغيل إلى غير ذلك هكذا تعرفوا أنه حتى بالنسبة لنسبة الترشح في القوائم الانتخابية وفي النظام النظام الانتخابي بالتالي سيكون الشباب حاضر من كلا الجنسين من كلا الجنسين في المجلس النيابي وإحنا لما نتكلم على المرأة رأنا نتكلم على المرأة الشابة والمرأة المسنة والمرأة بكل الأعمار انتحها لأن المرأة النائبة تمثل كل الفئات تأتي على النسوة أظن أنه الشباب اليوم فيها النبضة تأتي الشباب اللي رأنا نشوفوها في المجتمع المدني وفي الحقيقة نثمن أيضا قرار إنشاء المرصد الوطني المجتمع المدني اللي رح يكون رصد لنبض هذا المجتمع المدني واتخاذ الأراء والاستشارة فيما يخص المجتمع المدني والأراء اللي ننتحهم أظن أنه الجانب الشبابي يعني أصبح متواجد في كل الميادين وإحنا يعني في الحقيقة فيه أيضا زملائنا من يعني في مجال الستارتوب وفي مجال المؤسسات الصغيرة أظن أنه فتح الصرح أمام الإبداع الشباني خاصة في ميدان كما قلت المؤسسات الناشئة وشفت يعني يعني شابات وشبان كانوا كان فيه تكريم يعني تكريمهم في الثمانية مارس من يعني من المبدعات في المؤسسات الناشئة أظن أنه إعطاء الفرصة لهذه الفئة هو إثبات للإرادة السياسية بوعيها بقدرة الشباب على صنع التغيير ووجوب إنخراطهم لصنع التغيير لأنه طبعا الشباب هم عماد المستقبل صحيح كل من هند وناسيمة خلينا نقول بالحديث دايما بالعودة دايما لموعد 12 جوان موعد التشريعيات المرأة اليوم عنصر أساسي تشوفوه في التغيير حتى تكون متواجدة في كل القطاعات مثل مشاريع اقتصادية بحتة لأبانة اليوم أن المرأة الجزائرية بإمكانها أن تكون متواجدة في كامل المجالات الموعد الانتخابي هذا إن شاء الله يكون هي أصلا المرأة رهي قوية على حسب هذا القانون لتأقرار المرأة إن شاء الله يكون هذا التغيير لصالح المرأة ويعاون المرأة باش تكون في القمة وتمثل وتكون تمثلها أحسن تمثل من خلال هذه التشريعيات هذه إن شاء الله يكون فيها كما يقولوا فاتحة خير على الجزائر إن شاء الله كامل وعلى جميع الشعب الجزائري إن شاء الله هند التغيير اليوم المرأة رح تتميز خلال موعد 12 جوان إن شاء الله حتى تمكن من استكمال المسيرة وحتى مشاريع مع المشاريع لكم تقوموا بها إن شاء الله فتنا شجوا إن شاء الله يعني أنا أشتغل كنفانس لأننا أدعى كنفانس لأننا يتغل كنفانس يعني بثاف حتى تتمثلنا وتمثل توقع الإنشغالات تعني توقع بقوة إن شاء الله يعني لهم ديجا كنشوفوا هكذا لهم أفاق هكذا إحنا وأنا جبنس كلا فم يمكن أن يدعون الكثير لجزائر الجديد إن شاء الله إن شاء الله سيدة الوزيرة كلمة أخيرة في هذا السياق أنا على يقين بأن يوم 12 جوان المرأة الجزائرية ستكون حاضرة بقوة وحضورها أيضا مميز لإعلاء صوتها واختيار الأنجع من يمثلها لاستكمال مسيرة بناء الصرح المؤسسات للدولة أشكرك جزيلا شكرا سيدة كوثارا كريكو وزير التضمن الوطني والأسرة وقضايا المرأة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها كما أشكر هندى لازوك المستفيدة من قرض مصغر في مجال صناعة الألبيسة الوقائية والكمامات كل التوفيق لك إن شاء الله في مشروعك كما أشكر ناسيمة بن حموش المستفيدة من قرض مصغر في مجال الخياطة التقليدية شكرا مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج برلمان التغيير أطيب المونة